لعلى التمكن السياسي جعل المنصب البرلماني يحلو بأعين الساسة أما الرضوخ أو التنحي أو الموافقة على الشروط أو الانسحاب هكذا تدار الدفة السياسية النيابية العراقية ما أن يقدم رئيس جمهورية برهم صالح إثما لتولي منصب رئاسة الوزراء دستوريا حتى تنهار عليه الكتل النيابية بالضغط للتنازل عن الأهداف الحقيقية الواجب تأديتها من المكلف دستوريا لم تمرر حكومة علاوي سابقا والتي قدمت برنامجها ووزراءها وها هي الصورة تتكرر من جديد فحكومة الزرفي هي الأخرى تلوح بالانسحاب بسبب ما تواجهه من ضغوط سياسية كبيرة من بعض الكتل البرلمانية التي وصفته بالمدعوم أميركيا على الرغم من تأكيد الحكومة الأميركية وتأكيد الزرفي نفسه بأن لا تدخل أميركي في هذه الحكومة سواء أكان بالدعم أو الرفض والتي على إثرها يحدد موعد للانتخابات المبكرة وتغيير الأسماء البرلمانية بإرادة الشعب وبإشراف أممي نائب عن تحالف الفاتح يصدر بيانا بأن آمال عدنان الزرفي انتهت وأن هناك ثلاثة مرشحين في غضم المباحثات أم نائب آخر من ذات التحالف يؤكد على أن الكتل الشيعية مصرع على رض الزرفي وأن القرار منحصر على البيت الشيعي فقط مبينا أن قرار القوى الشيعية حول الموقف النهائي سيتم إبلاغه لبقية الكتل السياسية وفي مقدمتها اتحاد القوى والتحالف الكردستاني في الأيام القديلة المقبلة وأيضا سائرون والنصر التي انسحبوا ممثليها من الاجتماعات التشاورية بهذا الخصوص العراق اليوم بحاجة إلى التوحد ينبذ الخلافات من أجل الخروج بورقة حل فعالة تتمثل بدعم المكلف دستوريا والوقوف صفا واحدا من أجل إخراج العراق من دوامة الفساد إلا أن المنافع الكتلوية قد تكون العائق الكبير في وصول مرشح له كفاءة العمل لرئاسة الحكومة من بغداد محمد فراس قناة التغيير